أقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أهمية الاستفادة من الخبرات وتكنولوجيا الألمانية لتوطين صناعة في مصر في لقاء آخر مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توفر السلعة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية إضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن وزير خارجية ألمانيا نقل إلى السيد الرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجلا ميركل مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيضة والمتميزة التي تربطها بمصر وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية مؤكدا سيادته ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا الاتحادية وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الصلاة بالعلاقات الثنائية خاصة على صعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال بينما أشار الوزير الألماني إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كثة أرجاء الجمهورية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة وعدد من السادة الوزراء الاجتماع تناول عددا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ضفط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توفر السلع وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية للرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدود الدخل الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي وذلك بغرض صون لمقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية وعلى الصعيد الخارجي تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد من بينها تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومية